وزير الخارجية روسي سيرجي لفروفيل تقى ناظره الأوكراني أندري ديشيتسيا وتبحث معه حول الأزمة القائمة بين بلديهم على همش القمة الدولية حول الأمن النووي في رهاي في هولندا ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ عزل رئيس السابق المتخف فيكتوريانوكوفيتش على خلفية التوتر بشأن كيفية إدارة التعاون مع بريكسل وموسكو نحن نعتقد أنه يمكن أن نتعايش بسلام لكننا لن نتخلى عن القرم لذا سنواصل بذل الجهود وسنعززها في إطار محادثات ثنائية سنكثف جهودنا مع بعض ومع المجموعة الدولية من أجل إعادة القرم إلى أوكرانيا وفيما حشدت روسيا قواتها على الحدود الشرقية لأوكرانيا غدرت قوة البحرية الأوكرانية قاعدتها العسكرية في ميناء فيودوزيا في منطقة القرم بعد أن قررت كيف سحب جنودها وعائلاتهم بعيدا عن موصفته بالتهديدات الروسية مما يعتبر اعترافا ضمنيا بالعجز أمام القوة العسكرية الروسية أحد قادة هذه القاعدة العسكرية يقول بإمكاني أن أقول لكم إن جميعنا وكل قيادتنا تقريبا التي مع الأسف سنتركها خلفنا في القرن كنا خلال الشهر الماضي تحت ضغط كبير الآن أعتقد أنه بالإمكان أن نتنفس السعضاء قبل رحيل الجنود الأوكرانيين بساعات تعرضت القاعدة البحرية في فيودوزيا إلى اقتحام القوات الروسية معززة بالمروحيات واقتدت قيادة القاعدة إلى خارجها من طرف الجنود الروس اشتركوا في القناة